ترجمة نانسي قنقر 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 لذلك ترميطها ما تحترم نفسك بقى وتبطل قلة أدب ومي اللي احترم نفسك؟ يا عم الإرسلانس ما تتعفاش علي يا هون نبي سيف ممكن انت تمشي بس دلوقتي وأنا همشي روح فين؟ مين ده يا هند؟ علشان خاطري يمشي بس دلوقتي وأنا هكلمك في تليفون أحكيلك على كل حاجة يمشي ليه؟ انت مستعرية تقول اللي بيننا ده أخوكي ولا إيه؟ أخوكي؟ ممكن تمشي بس دلوقتي وأنا هكلمك هفهمك على كل حاجة مستعرية تليفونة مستعرية تليفونة ما نفسكش تقول حاجة يا ابني ما تمشي؟ هستنى تليفونة يا إخي اخرص بقى تكفضوا يا إخي اخرص بقى انت لسه شفت حاجة انت ليلة أمك سودة فضل البادي قدام عشان نفرش عليك التليفونة الله يبارك فيك يا سيدي طبعا مسؤولية كبيرة قوي ادعيلنا بس يا رب نكون قدها ايه؟ ثانية واحد والله ما خبيش عليك أنا حاولت اعتذر كتير عن المنصب ده بس هعمل ايه بقى؟ قاعدوا يتحيلوا علي مش عايزة بقالغ واقولوا انها وصلت لمرحلة التوسل فضل يا بادي؟ لا حلف اليمين بكرا ان شاء الله هاقد احفظ فيه طول الليل بتقلقش ثانية واحد ادينه خمسة جنيه من درج المكتب عندك قد ماهر بيه خمسة جنيه؟ ماهر بيه ايه هو؟ مش بقت ورد؟ ده ماهر بيه هو يبرا على البال طب بقولك ايه التوفيق بايه؟ اديني خمس زي كده وانا هكلمك تاني يالله سلام اهلا اهلا سيادة المستشار معقولة اهلا اهلا سيادة المستشار معقولة ماهر بيه ديام مش ارفني بشاقتي المتوضعة؟ ده انا اللي رأي عظيم الشرب انا ابهنيك من كل قلب يا معالي الوزير شكرا والله العظيم والله العظيم ومليك علي حلفان انا اول ما سمعت الخبر كنت حطير بالفرحة حطير مو قد فهق لي بالي الحكومة جي كده متفكر صح ليه ساعة تاة؟ لما يحطوا الرجل المناسب في المكان المناسب يبقى فعلا بيفكروا صح او عشان مبلغش او يعني يبقوا ابتدوا يفكروا صح صد الا بالحق ده رأي صاحبك برضو اه 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 مقودة بيت القصيد انا جايل معاليك البيت مخصوص عشان اقولك ما تحسبنيش على حد شغل حاجة والعلاقات الانسانية حاجة تانية خالص وشغل معاه ما يمنعنيش ان قدرك وحبك وافرحلك تفرح ليه؟ يا رجل ده انت الغاية تنبرح بالليل كنت واقف في صف وضدي اه لا 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 اكيد ساعتك ما كنتش مركز ولا ما كنتش واخد بالك ونسبة كمان انتبار حيالك قالت ان ما عليك كنت مزودها في الشرب حبتيني انا؟ لا انا احتمال اكون انا اللي زودتها في الشرب ومش احتمال اكيد ان انا ساعات كتير قوي العيار بيفلت مني فاكيد خلفطت الكلمتين كده ما كانش ليه باي لازمة ساعتك عارف الواحد لما بيتقل في الشرب بيبقى قوت اوف كنترول وانا هاعرف من ايه؟ على عموم انا خلاص ربنا كرمني وقررت ابطل الارف ده بقى معقولة مبروك عبالي بدعيلي ربنا هديني وابطل زيك انت متأكد انك جاي لوحدك وانا لوحدة لا ما انا عارف انا قصد يعني مش هو اللي بعتك كنت قلتلك اول ما دخلت انت عارفلي كويس اوي انا طول عمري دايريكت وما بحبش اللاف ولا اتدورات انت هتقولي ده انا اكتر واحد عارفك لا ما عليش بقى ساعاتك راجع نفسك كده شوف احنا اشتغلنا مع بعض قد ايه سنين طويلة عمركش سمعتني روحت وقلت له على اي حاجة حصلت بنا لا الحقيقة لا بس لما بنت الكلب اللي اسمها هند دخلت بنا انت بعتني وكلمتك كتير وانت مردتش علي احمد ربنا وبوز ايدك وشي وظهر ان مردتش عليك فعلا لاني لو كنت ردت عليك وتصالحت عليك ما كانش زمانك بقيت وزير ولا ايه يا جبير تشرب حاجة؟ اي حاجة صوفت درينك ارفق الحليب يا اهلا يا دكتور اهلا باش مانتس خاطو عزيزة اسفضل خليك خير يا دكتور كل خير ان شاء الله اولا اسمح لي اعتذر ان انا جيت من غير معاك انا ما حبتش اكلمك في التليفون عشان السريها التامة ثانيا قلبي عندك للي حصل في مغزل الخشب ثالثا بقى انا جاي النهاردة عشان اعزمك على العشاء عندي بكرة بالليل عشاء؟ من امتى انا؟ وضروري تيجي ايوة بس مش لما افهم الاول؟ لما تيجي لما تيجي يا باش مانتس هتفهم كل حاجة وفي ايه بالزبط؟ خير ومش اي خير ده خير كتير قوي خير ليك وليا وللكل خش حمدي هات مفتاحة العربية وهات الموبايل تقول لك ايه؟ لا في مفاتيح ولا عربية ولا الشغل ولا نزول من البيت اصلا ولو مش عقبك اخباض المجفى الحير لا والله ليه يا حبيبي؟ فاكرني عاصر ولا عائلة صغيرة تتحكم فيها؟ ليه يا حبيبي فوق الناس اكو ده تتكلم معاك فوق انتي؟ عيش عيشة اهلك يا ماما احنا ناس عايبة محترمين مش بتوع مفخرة وعوجة لسانك كيف هيك بقى الدلع الملك اللي انتي فيه ده؟ هاخد كيف يتكلم صح؟ المحزق والقسير والملزق ده مش بتاعنا الناس في الحتة كلت وشانة يا ريد تخرص انتي وما تدخليش في اللي ملكيش فيه وبص لنفسك يا حبيبتي الاول قبل ما تتكلمي معاك عايزها تخرص عشان ما تتكلم صح؟ صح ايه وغلط اللي انت بتتكلم فيه؟ ما تتكلم معاك يا عيدل يا حمدي انت لسه هتعلو صحيف تاني يا ريد؟ بيتك مربطة اشترك الناس اخد هتتكلم معاك يا حمدي مش كيفاء انت عوالت ومهد قدام الراجل؟ هو انا كده عملت حاجة؟ ده نبسكت نفسي بالعافية والله العظيم كنت مهدب معاك واحد غير يكمسك وداله عالق اتعجزه عالقت مين يا صايع يا ضايع يا مجنونة الدهار يا خريجي الخراطة انت؟ الخراطة اه مره الشخص اللي م Common يعرفشي ربي ك انا بقى العربيك ومن هنا فشوف الوش في حميرك لم ترى هية يا فادي يا عشر يا فادي أقير انا كنت أنت وهيا قد between اوالت because من الاصلحي اه انا حتي عليها الاصلحي ورحمة دعبوي! ورحمة دعبوي! هذا فقط هو الغابتك! انتظروا على الناس! يا صلى الله عليه وسلم! ما سنصلوا على الناس! انتظروا على الناس! انتظروا على الناس! انتظروا على الناس! انا مردتش خبط عليك خوف تكون نايمة! مني نايمة! ها! ها! تماماً! شفتوا لقت حسام النهاردة! تياك سوفي! تكلم يا بيت؟ انا مرحتش النهاردة اصلاً في حتة! لما عرفت موضوع مغزن! اتنكدت ودخلت قطتي وقفلت على نفسي! تبين من شوفت السفة دسوق اقولك على سر بس توعديني ما تقوليش لحد طبعا يا سيف لا وعديني أوعدك قولي وحيات الخروف ده وحيات الخروف ده موضوع الحريق ده مخصطناش ولا حاجة ازاي يعني قلصة التأمين هتغطي كل الخسائر وزيادة يعني من الاخر كسبان ده ناسفة دسوق يا بيت عارفها لو حد عارف الموضوع ده هحلق له حسن بتاعك ده شعره كله خليه زيره موضوع ده معرفوش هيرومي وانتي آية بس انا مش مصدقائك يا سيف انت بتقول كده بس عشان ما تنكتش علينا بيباني عليك لما بتكذل هو انت قنقني قوي كده يعني عايز تعمل كل حاجة لوحدك حتى لما تزعل مش عايزنا نحس بيك طب انتا كويس يا عم تطمين عليك الأول ايوا انا غايلك على طول بقولك ايه ما تكلمش انت حد انا حكلم وزير الداخلية بنفسي لو نايم حصحين منهم ايوا هي وصلت لكده اقفل اكسرانس اقفل فيه يامي فيه انك ترواحي ابن خانة جوزك من سنيك على نار الهي تولع فيها انت الجوز يا رب ايه زردك ام اللي كنا نتفق عليك بعدين يا نقلة بعدين انا مش هطير شوفي السافل بيكانسل علي طب ما يمكن يكون في اجتماع مهم ولا حك اجتماع مهم ايه مش لما يحلف اليمين الاول ده لما مكلمه العصر قالي يا خلص الاجتماع المهم وارجع اكلمك ودي وش الضيف طيب يبقى اكيد لسه مخلص لسه مخلص ايه واجتماع حرب القمة فيك اجتماع في الثاني يقعد سبع ساعات يا نسمة اوطي صوتك صوتك العالي ده حيفضحك على فكرة طول عمره لقيم وخسيس وجبان تلايهم قالوله ابادة عن الولية دي اليومين دول حسن تشبهك قالهم حاضر لا لا ما تقوليش كده يا نسمة رياض ما اعملش كده رياض ما اعملش كده هتعرفيها كتر مني ولا ايه طول عمره اناني وبتع مصلحته وبس الشيشة يا ابني انا هعمل ايه في الاكل اتنيلت بعدته على الفيلة عندي ومين هيتنيل اطفح الاكل ده كله كده ما تصبري شوية يمكن يكلمك ولا يرد عليك لا مش هيتكلم عشان هو حصابها غلط ما اعرفش ان انا اللي عملته وزير انتي؟ اه انا ارحمك دي انا لعب البلد دي على اربع صوابع تي مستليه بيا ولا ايه؟ لا مش قصدي بس يعني في الظروف دي ومع الناس دول يبقى الموضوع غريب شوي الناس دول شبه الناس دهوقها شبه دهمة في الاخر كلهم ناس وشبه بعض وغلوتك عندي انا اللي عملته وزير ودي المفاجه اللي انا كنت عايزة اتأكد منها النهاردة طب بس فهميني انتي عملت كده ازاي يعني؟ تعرفي دكتور امجاد نور؟ اه طبعا هو في حد في مصر ما يعرفوش مصاحب اليومين دي بيت مغربية حبيبتي حبيبتي اتصلت بيه عشان اتطمن عليها واسألها عامين ايه مع بعض يا عصافير قلتلي مزنوين في مطرح قلتلي عايب بيتي مكانك ومطرحك وتبقي براحتك يا حبيبتي وفي الامان انتي عارفة الناس دي بتخاف على صمعيتك قدي ايوه عارفة هيا وبعدين ساعة زمن وبقيت انا هو كده حبيب قمت سألاء يا دكتور امجاد هي الوزارة الجديدة متأخرة ليه؟ ام قال لي تلات اربع الناس خايفة وبتعتزر قمت مزح لقاله اسم رياض تقولي ما صدق شبط في الاسم وقم ماسك فيه؟ عايزي ترسم قدامه ويعمل فيها سيد الرجال ويوريني قال ايه مفيش حاجة في البلد بتتعمل الا بامر وقمت شاملل ومكلم عزة الطهر وقال له على رياض طب ومال عزة الطهر بالحكومة هو احنا ميل بيحكمنا بالضبع يا وانتي انتي لو سعيتي عيل في الشارع ماشا يقولك الحقيقة شنعيم علي عودالك ولا ايه؟ طب وانتي كنت يعيز تقولي الحكاية دي اللي يعد النهاردة؟ انا اقول له؟ دي انا جايباله امجد نور بيشحمه ولحمه يقولك نفسه مش انا اللي اقول له اه فهمت دلوقتي انتي بتنرفزك اذا ليه؟ دي انا عيلاله أنا عامنا لك مفاجأة للادي يعني من الصهرة عادية زي كل مرة تفضلي قفى الموبايل خالص اتصرف ازاي بقى واعمل ايه دلوقتي تقومي حالا تروحي على بيتك وتستقبلي أمجة نوف وتدلعي وتزبطي على الآخر بقولك ايه انا سمع ان هو اللي على الحجر اليومين دول ده تافي تافي جدا بعدين بيحب البنات الصغيرين وهو انت يعني هتغلبي ومال انت فتحك كافي بتاعك ده ليه كله بقى وانه لا انا استحالة سادة ان اللي بيحصل ده صوت مش عايزيني في البلد قلولي انما المخزن بتاعي يتحرق في تاني يوم اللي الحرام اللي كان بيشتغل عندي يبقى وزير وبعدين يعدي عليها الدكتور أمجة وبعدين يضربوا نار على بيتي وتقوني صوتفة انا عايزك تقدر تطمن يا بشماندس اهم من كل شي الحمد لله كلكم بخير لا معلاش تبقى سادة اللي هو كلام المطيبطية ده ما انفعش الحمد لله على كل شي والحمد لله انكم بخير وبركة انها جات سليبة والمكتوب عالجبين لازم تشوفوا الحين بصراحة ومن غير زعل كلام عمتي ده ما يقولش معايا خالص اللي يأكل معايا بجد انكم تجيبوا اللي عمل كده ما انا لسه بفاهم البشمهندس احنا قفنا المنطقة كلها تقريبا وان شاء الله قبل طلوع الشمس هنكون مسكين الولاد دول ايو ايو زي ما وعدتوني قبل كده انكم تجيبوا اللي عاتها المرات انا الحادسة اللي بتتكلم عليها حضرتك دي انا ما عنديش خبر بيها انا ليا في الحادسة اللي حصلت دلوقتي دي تحت مسؤوليتي يا فندم احنا عمرنا ما حصلنا حاجة زي دي قبل كده يا فندم من الصبح بكرة حيكون في حراسة على الفيلا وحراسة على البشمهندس انا عايز افهم مين دول وبيعملوا كده ليه يا سابت اللي هو انا ابني ملوش اعداء ده حتى اللي بينفسوه في شغله علاقاتهم بيه طيبة انا عايز ساعدتك تطميني اكيد لما نوصل للي عملوا كده اكيد هيوصلونا للي حردهم اه اللي حردهم ده هو بيت القصير ده واحد جباد كل اللي عايز يعمله انه يهدتك كلام سيادة المستشار مظبوط اللي عايز يقتل ما يعملش كده يا سيادة اللي هو الموضوع ده محسوب ومدروس الله هو مش عايي له بل هو عشان يبعت حد يدرب نار فيتمسك فيعترف اللي عمل كده وثق ومتأكد انكم مش حجبوه ما اخدلك ده انك بالمرة لا ده اني ايه انت تجننت ده انا معرفش انا مربيه هيلغر النهاردة اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستورة والقانون وان ارعى مصالح الشعب برعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه تباع الخير تباع النور شو فيلي هند فين انا كلمت على ايه مباينة مقفوظة تكلميها على تليفون البيت على ايه تليفون اتصرفي هو انت مستحبتها اوكي حاضر هعمل كده ايه رأيك في المفاجئة دي مريم الحمدلله بجعت برعابة عليك ده شابني مرة واحدة بس من خمس سنين ساري انا قصة بجد انا نسيت اقول لي حضرتك انها موجودة ومستنياك لا الليكم فقوني مجهة بتكري ايه ولا ايه وصد ضغط الي زاد عليك ده فضلي وعملي اللي وطريك عليها اوكي ايش يا اول دمت ايه الحمدلله ع السلامة كمل بقى وقول لي مع السلامة ايه ده ايه ده ليه بس معقولها ترجعي دبي كده على طوب اعمل ايه اوامر الدكتور رفعت يا دي الدكتور رفعت سردائي الراجل ده مش لاقي عليه خالص موضوع البيزنس ادبنستريشن ده الراجل ده كان المفروض يبقى ظابط وكيل نيابة ناظر وليلي هو في البيت برضو كده انسى قدام ماما حاجة تانية خالص اه طبعا وقدام بنته بقى لا 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 بس بس بهالي واضح ان بابا ومجاش خالص بس تعرفي الراجل ده يشكر يعني عن المجهود اللي عمله انه هو جاب المستوى الفضيع ده بس هو مش صعبة انه هو يبقى قدامي كده في البيت وفي الشغل ماهونا لو مكنتش معاه في الشغل مكنتش هيلاقي احد ياسق فيه للدرجات يبعت لك لما عادت مكان مهم حلوة اوي التلميح ده عايزة تفاهميني يعني ان انا لما قايرت السيستم بتاعي وعينته قريب كان مفيد ايوة انا كده ابتكرت انت عرفتيني من السي في من ورق اللي جالك بعد كده ده انت قررت عينك ده كان حدث ولولا ان انا شفتك مرة قبل كده مكنتش ماضية القرار ده بنفسي طب بالنسبة للامضة بقى يلا علشان يدوري بقى الحق سوري ان انا قاعدة على الكرسي بتاعك بالعكس ده الكرسي كان مستنى اللحظة دي من جمان اصلي بقى لي ساعتين قادرة مش عارفة عامل ايه مع اني بابا مزبط مع هند كل حاجة ومفهمني ان مواعيدك مظبوطة ده ايه بس انا اليومين دول عندي لخبطة شوي اهل نخبطة دي خليتنا قاعد هنا وافتخ ده وتسلى عليه وسلاك ولا غيره حاولت بس اصلاها صعبة قبل واحد يلاقي وقت مش عارف يعمل في ايه اكيد انت الاحساس ده عمره مجالك الله حلو اول ولا علي لا يا معتوب ده من نفس المحل ولا انت بتقامة طيب متفاهمين الاول النظرية يا ابني ما تلوكش كتير ويلا لو هي اللي ردتت زهالي ايه ده وانت خايف حد غير يرد عليك ولا ايه ما تنخص يا نادر في مقل مشتايد ده طيب خلاص ما تلوكيش مجرز اوه استنبنتي ده رقم الشركة عندها تلاقيه على نار عايزه وصلها من لنبابة هلو مين معاينة؟ ايوه محضر لك يا فاندي بنادر من يونيتد نباسمت جروب ايوه بتطلعوا رحلات يعني ولا ايه؟ اقمر ممكن اتكلم الانسة هند؟ هند؟ لا مش موجودة سفرت اه جالها عاعد عمل في تمزانيا ومش ناوية ترجع وقاليت ما حدش يكلمها ولا يسعل عنها هنا خالص وبلغ الاكسلانس ان عايزة الموبايل والعربية اللي جايبهم لها هيرجعوله ايوه احنا ناس بتفهم في الاصول وما بنكلش حق احد يابا اتفضل مع الفين سلامة بسم الله عليك اهوما الكلمتين دول بقى اللي هجبوا لحد هنا طلب القرب القربو ايه وشغل ايه وبتاع ايه؟ انا مش مستنية ومش موافعة اللي في دماغك ده تبقى الا موقت ما تفكرش صح وانا هدلل عليها فرح اقوله ان ابيتعاد جوزها ايوه؟ افرد الراجل جلك لحد هنا مش لازمي ولا عايزه يتهب بيجي اما ده بقى لعند اللي ملوش لازمة يا حبيبي المثال بيقولك جور الساعي التسعة ما بقى لك بقى لو ناسبته ما قلتلك مش لازمنا فرح لا لازمك خصصاً بقى لو هدايسين مع بعض في الغوي دايسين ايه وخويت ايه وليلت ايه على دماغك انت عايزة تعفرطيني على الصبح اولية يا حبيب انا عايزة واعيك انت عارفة انا لو اكشفت اني لا فعلا حصل انا ممكن اعمل فيهم ايه هتجاوزهم طبعا لبعض والله لا عظيمة باح انت الزر مش عارفاني كويس افرح طب ما الطيب احسن بص تكن انت على انزل المحلي وسنهادي انا هدخلها دلوقتي قضيتها كده واخدها لك على هادي ومرهمها لك لحد ما عرف لك سفا طلع اللي في دماغي مظبوط يبقى الراجل ده لازم يتسايس لحد ما يجي هنا ويتجوزها طلع غلط يبقى يدر ما دخلك شر مش هاتيلي انت بس سرة سلام اذا مخراك تسلي يا حامل هن! يا هن! 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 سواني بس يا ماره هشوف سيفوه ارجع لك على طول طب هو ايه اللي بيقولوه عندك في البيت ده افترك هشوف سيف واجه حكيليك على كل حاجة طيب ادخليه بسرة احسن ده يتجنن عليكي اصلا كده بقى يا دوب الحق الاخر امضة اهي واخليهم يدعيزوا العربية عشان المطار اه اه ولا هميك ولا هميك ولا هميك هن ساري لا 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 سوري ايدي اه دي ماريوم يعني ايه ماريوم مش عرفة ماريوم لا والله ما عرفش مين ماريوم يعني ايه بقى ماريوم تبقى بنت الدكتور رفعت المانجر بتاعنا اللي في دبي اه هند الاسيستنت بتاعتي انت هتعرفني بيها ده احنا مقدينها تشاتق اميالات كل يوم مع بعض طيب اني بقينا اهل اه ايه زيك يا هند اخبارك ايه الحمدالله العقد انت ما ثبتش حاجة يا حمدي دهابها وكل حاجاتها ده حتى قمصان النوم اللي جايبها لها خدتها مش قلت لك بايسين مع بعض في الغوي اني انت بتعمله ده يا حمدي حمدي اوكي انا عربية مانيش انا عايزاي عديني عالبيت عشان اجيب شوية حاجات بابا نسيها المرة اللي فادت اه طبعا براحتك يلا باي يا هند مارسي كثير على وقتك عشان كلك زوق العفو العفو نورتي يلا باي 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 ماري مجي عليها حاجات قال لي اعني لازم ثلاث بوسات مارسي الموضوع ده يتعمل في الشركة من بكرة انتي متعرفش انها هي لبنانية اه انها ما عرفش والله بجاب اول مصحف الشريف اللبنانية انتي متعرفش ولا ايه لا والله انا كلها عرفوا يعني انها بنت الدكتور رافعت يعني مصرية حتى لو كانت مامتها لبنانية مي مصرية على لبنانية على فرنسوية اصل انا فاكر من السيدي بتاعها انها كانت بتقدس في فاريس اه ما قلت ليش مين اللي كان مستميك مبارح بالليل في البيت انتي اللي مولت ليش ايه موضوع اخوك ده برضو مجاوبتش على سؤالي مين اللي كان مستنيك مبارح بالليل في البيت مش عايز استهبالي خش في الموضوع هقولك ايه بس ياسيف ما انتشفت بنفسك وما فهمتش حاجة من الها الفتة اللي كان بيقولها دي وبعدين حاولت كلامك على التليفون تليفوني كان مقفول انا موبايل يتاخد مني اقولوا لان انا كان معايا مفتاح سبيرل العربية ما كنتش حارف اجي اصلا ليه ليه ايه كل ده مش عارفة انا مش فهمة وعايز ايه بالضبط مش عايزك تشغل بالك بيا انا عارفة اتصرف معك كويس اتصرفة ازاي حابد عنده خالص اوه مش عايزي بك ممكن متشغلش بالك بيا انت وارك حاجات اهم مني بكتير ازاي بس انت بقالين انت شغالة معايا بقالك تالت سنين واتكلمنا في كل الموضية مش معنى بقى موضوع حوكي بالذات اللي انت بخبيه عني انا عمري بخبيت عنك حاجة ياسيف بس انا خبيت ايوانا خبيت خبيت عنها الحاجة مبارح كان لازم اقولها ده بس بعد اللي حصل عندها في الفيلا في الليل قول تأجيلها للنهاردة الله 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 ايه ريحة البرفوم الفضيع دي معليش قابل اي حاجة لا لا مش انت انت اختمنى عن ابوه ميدن فرنسا هذى حكما انام ان اخديد اقوك ياسيف في الشام ملهاش شبيه بس في الشام الروايح الكريمة بس ايه ريحة ايه ماس اعرف الشمام كلت بس كut فى دماغي يا حتم خذر عندي صداع فضيع محتاج فنجان قهوة بس يكون دُبر يا ريت هندي لا يستورك تبلغيهم يعملولي جالدة لقهوة بس في كوباية ويبقى أقطر ألف خيرك لو عملتها لب نفسك حكب أنا بكيف من قهوتك قوي عالريحة وبوشين حاضر عالريحة وبوشين حاضر فركاتك قديمة قوي ومهروشة ما نقصدها عايزها تمشي وتسيبنا عشان نعرف نتكلم لوحدينا طب اخلص خب عليها أمن مبارح هقولك بس من غير تهزيق ولا تطاور ولا صوت عالي ويوعى تنسى ان انا في مقام أبوك الله ارحمه لا أبوك ايه هتحيب على السماء في مقام أخوك الكبير انت يعني حابب تجي تسنن دلوقتي وتخلص خلاص يا زين بلاش أبوك وبلاش أخوك لازم يبدأ تحترمني أكتر من كده باعتباري المستشار القانوني والمحام الخاص بتاعك وبتاع أبوك قبل منك تحترمني تحترمني انت شكلك عكت الدنيا كده ده قصدك زبطها هي مين دي الدنيا اللي كانت معكوك الدنيا دي ريانت يا أخي طول عمرك ذاكي ولماح وبتفهمها وهي قصدك قصدك مين في المية من مشاريعنا مع الحكومة يعني في الوضع الحالي بقت تحت إيده هو قصدك افهم يا سيف أنا واثق ومتأكد إن إحنا ماشي في السليم وتمام التمام وما فيش أي حد يقدر يمسك علينا أي غلطة بس في حاجات مهلا خانة غلاسة مواخة غتاك حرق دم يعني مثلا ترخيص يتوقف مثلا يعني يدي أوردر ووقف صرفه مستحقتنا بأي حجة يقدر يعمل حاجات كتير عشان كده لازم أتصرف يا سيف إحنا في عرض جنيه واحد من اللي لينا عند الإقومة تعرف إحنا لينا عنده بقت إيه أكتر من 400 مليون كل ده مش عارفين نصرفه وإنت كده هتعلم تصرفه؟ هم؟ هتعلم تصرفه؟ بقى بالني انت صغرتيني أول يا مقر قدامي صغرتيني أول وأنا أكبر من كده بكتير ما للوزير؟ دي مش ما يعمل والآن أ謬حنا انته Course دي مش عارفين unas بقى بالني preced decreasing أنت انتظر كنت أ Oscar بقى بالناسبة لماذا تأخبر releases سلام لكن الناسبة بقى بالك بقى ним دورت المكتبك معالي الوزير أنا قبل ما جي هنا جابوا لي تقرير كامل عنك وقالوا لي أن أنت اللي كنت بتدور الوزارة من أيام كلام الله يا فندم وبكرة الأيام هتثبت لساتك إن شاء الله على عموم أنا مش جاي هنا عشان القيل والقال أنا ما بحبش فلان قال وترتنعات أنا ما بديش وداني لحد أنا جاي هنا عشان أشتغل وبس تمام يا فندم في وزر كتير بعد ما خلصوا اجتماعهم مع السيد الرئيس روحوا على بيوتهم لكن أنا جيت على هنا على طول عشان أنا عايز أشتغل تمام عليك قدام سيئة فندم الهايكلة تنظيمة بتاع الوزارة وده حضرتك اللي هو لا 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 ده ولا يفرق معايا في أي حاجة أنا مش جاي هنا عشان أوزع مناصب ولا غير قيادات لا تطمن وعايزك تطمن كمان كل زميلك ما تلووش كل واحد هيفضل في مكانه لا تطمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيوت قوي عايزك تحضر لي ملفات كبار المستثمرين اللي في البلد تمامي فت عايز اعرف الناس دي شغالة ازاي وامتى وليه اللي ماشي صح نقف جنبه ونساعده واللي ماشي غلط واستفاد من الدولة وهبش من الغلابة وحط في جيبه نقف عرقبته طيب روح انت دلوقتي وانا هبأكلمك بعدين حاضر يا فندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا يا معالي الوزير اه وصلت لمكتبك بالسلامة عال 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 شوف يا سيدي هبعتلك كشف بأسامي ناس أفاضل محترمين يخافوا ربنا دول هيكونوا موعين ليك قدام كل اسم الوظيفة اللي هاشغالها في الوزارة ما على سيادتك بقى اللي ان انت تطلع قرار تعيينهم وتنضي الناس دي بركة لو حد منهم دعلك دعوة وربنا استجاب تأكد ان انت تستمر معانا ونجمك هيعلى كمان وكمان انت ما عليك تؤمر يا فندي سيادتك بس ابعتلي الكشف وانا قلمي جاهز عرفت بقى ان الكهربة ملهاش دعوة فيه حد وانا حريق المخزن انت انا متأكد يا سيادت الوكير ان الكهربة كانت مقطوعة فعلا ساعة الحريق طبعا متأكد رامع يعني هو يقول حاجة مش متأكد منها خلاص بقى يا اخي موازف كنترول روم بيقول ان سيستم الحريق مش شغال بقى له اكتر من شهرين وانه بلغ السوبر بايزر بالكلام ده اللي بدوره بلغ السكرتير الشخصية ليه ما حصلش بيقول ان فيه شهود بيقولنا مين هم الشهود دول واحدة اسمها مرو عبد العالجاكي اشتركوا في القناة